كما قام رئيس الوزراء بمتابعة موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية أزرساج أورد 2024 في مجال نظم المعلومات الجغرافية وأكد مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة كما أشاد مدبولي بدقة وكفاءة تنفيذ المنصة الجغرافية وشدد على أهمية تطبيق المنظومة بالأسلوب الأمثل بما يمكن الدولة من تعميم التجربة مع البدء بالمدن السياحية وترفيز مبدئيا على مدنتي الأقصر وأصوان وتهدف المنصة إلى الربط بين مختلف إدارات المحافظة ومتبعة مؤشرة الأداء الخاصة بالتصالح والتقنين والترخيص وعرض الخرائط والتعديل عليها ومتبعة أعمال الرفع المسحي وخدمة المواطنين